نساعد الفقار لا تستند في ثبوتها إلى براهين قاطعة وأدلة ساطعة وهل حقا الإيمان يتعارض مع الدين هياكم الله نساعد الفقار دكتور في يومنا هذا اللي نيشل بعض يسمي العصر اللي عايشينها عصر العلم لأن الإنسان بلغ مبلغ من اكتشافه لهذا العلم مبلغ كبير جدا يمكن في الغرب وصلوا مرحلة حتى لتأليه هذا العلم وقداسته هذا يثير بعض التساؤلات بعض الشكوك حول علاقة العلم بالدين علاقة العلم بالإيمان دكتور خلي أسألك سؤال مبدئي شنو تفسير تعريفنا للعلم شنو المقصود بالعلم أول شيء بالفعل يا أخي ظاهري إحنا يجب أن نؤكد على أن هذا عصر يسمونه عصر سيادة العلم وعصر تأله العلم بعد خاصة في الفكر المادي الغربي والغرب هو الذي تقدم بالعلم بمعناه التقدم العلمي التقدم التكنولوجي التقدم الإداري إلى آخره فلما تضخم العلم وضعف الإيمان وانتصرت العلموية والعلموية منهج علمي يقول لا تدخل الدين ولا الغيب ولا الفلسفة في قضايا العلم البحت غير العلمانية غير العلمانية طبعا لأن يقول لك اليقين لا يكون إلا من خلال العلم المحسوس التجريبي المجهر التليسكوب المختبر الحس المباشر لا تيبلي غير ذلك غير ذلك علوم علوم النافس علوم اجتماع علوم كذا لكن لا تؤدي إلى اليقين الذي يؤديه العلم الطبيعي وعندهم فيها كلام كبير المخلص أن شدة التطرف بلغت في اعتماد العلم كمرجعية العلم الطبيعي وحيدة ونهائية أن الفيلسوف الفيزيائي عفوان الكبير ستيفن هوكينغ في كتاب الأخير قبل أن يموت التصميم العظيم طرح مصطلح وأعلن موت الفلسفة تصور هذا تراجع عقلي طبعا وقاموا عليه يعني صار النقاش جدل كبير هذا الواقع الذي نعيشه ومن ثم وجدنا عبارات مستقبحة من ملاحدة وعلمويين ولادينيين وعلماء غربيين تجاه الذات الإلهية استكبار انتقاص إلى آخر العبارات هنا جاء سؤالك اللي هو ما المقصود بالعلم وهذا السؤال يجب أن يكون في البداية بالفعل حنا حتى نناقش علاقة العلم بالإيمان وأن هل العلم يضعف الإيمان ولا يوازيه ولا يتجاوزه ولا كل واحد لحقل شنو العلم يجب أن نحل الإشكالية ببساطة ببساطة يفهمها المثقف العادي وأهم شيء طلبتنا أبنائنا الناشئين متوسطة والثانوي العلم له عدة اطلاقاته خضاري يطلق العلم مقابل الجهل نقول علم جهل ويطلق العلم مقابل الفن فنقول الفيزياء علم الكيمياء علم الجوليوجيا علم الفلك علم علم طبيعية ونقول شنو المسرح فن الغناء فن الرسم فن النحت فن الزخرة ففن المسرح فن فعندنا علم وعندنا فن إذن هذا وش الفرق بينهم طبعا قالك العلم غايته الحقيقة وأداته العقل ووسيلته المحاكمة والتجربة والاستقراء والفن قالك لا غايته الجمال العلم غايته الحقيقة الفن غايته الجمال طيب ووسيلته قالك الشعور وأداته قالك الذوق شفتش هذا أيضا اطلاق مو هذا لي مو هذا لي النبي مو هذا لي النبي في موضوعنا العلم والإيمان أيها لش تقصد شون تقصد أيوة نحن نريد العلم الذي يطرح في كتب العقائد والفلسفات وجدل الأفكار العلم الذي أصل علمائنا وحتى التعريف المنطقي القديم الرزين هو الذي يقابل ها العلم أنا قلنا أول شيء علم يقابل جهل علم يقابل الفن الآن الذي نبي اللي يخص في موضوعنا علم يقابل شك ظن غلبة ظن وتحت وهم بعد نشرح لي نشرح أقال لك وبالمثال يتضح المشهد والمقال علي التنطاوي في كتابة تعريف عام بدين الإسلام يجيب لنا هالمثل يقول أنت في مكة فيسئلك واحد هل في الطائف مطر الطائف مئة كيلو عن مكة فتنظر جهة الشرق لأن الطائف شرقي مكة فترى السماء صافية فتقول أشك أنه في الطائف مطر الشك لم يترجح كفة خمسين في المئة في مطر خمسين في المئة ما في مطر ثم بعد ذلك تشوف غيوم بدأت تأتي سريع ولا بدأت تتراكم لا بدأت تسود وتتكاثف لا بدأ البرق تقول يغلب على ظني أنه في الطائف مطر انتقلنا من الشك بالضبط 60% ظن 77% ظن 90% ظن قوي فإذا ركبت سيارة ورحت الطائف ووصلت وإذا المطر يغرق السيارة والطرقات فصار علم إذن شك تساوى الطرفين ظن ظن قوي 60-70% أكبر من الشك ثم العلم اللي هو اليقين العقيدة بهذا المعنى العلم اللي هو اليقين اللي هو شنوه معنى مطابقة ما في الأعيان لما في الأذهان أو مطابقة ما في الأذهان لما في الأعيان اللي أشوفه نفسه اللي فيه داخل ذهني طيب إذا ما كان داخل قال لا تروح تعالج فيك مرض ذهان صوري يسمونه مثل ما فيه طب النفس الذهان النفسي تشوف شيء غلط أنت فيه إشكالية في كيمياء المخ وعندك إشكالية هذا هو العلم هذه المطابقة هي اللي مسموها إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع عن دليل أدركت أنه هذه غترة في واقعها وعن دليل اللمس أو المشاهدة وكل مدلول يحتاج إلى دليل يختبره شفت وين إذن فالعلم هو الذي ينبغي أن تقوم عليه العقيدة والإيمان يا ناس بهذا المعنى ولذلك رب العالمين قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الاستغفار جانب عملي لكن الأول أن تؤمن بالله إيمانا علميا فالعلم يسأوي اليقين يا ماري زين دكتور علم يعني يقين يعني 100% دكتور شبي أفهم كلامك يعني اليقين يساوي علم والعلم يساوي يقين يعني كل يقين علم وكل علم يقين هذه نقطة مهمة يا ضاري نقطة مهمة كل علم يقين نعم لأن مطابقة ما في الأعيان لما في الأذهان كما اتفقنا طيب لأن تشخيص الواقع كما يعني إدراك الواقع على ما هو عليه عند دليل كل علم يقين ولكن ليس كل يقين علم شلور يبي له مثال يا شيخ باري شو ممكن يقين العلم لأنه كثيرا من الأحيان نستيقن من أشياء ونقول مية بالمية ومتأكد قولا واحدا يتبين أنك غلطان أنا طالع رايح الدوام على أن يوم الاثنين ومخلص ورايح حق الكلية تبين أن يوم الثلاثة الكلية الثانية وكنت مستيقن وأنا مستيقن من النوم مستيقن على سوق السيارة مستيقن على نازل في الكلية قال له والله ما تصير معاك؟ صير مستيقن أن موعد الطيارة الإقلاع الساعة سبعة نعم وإذا بك متلخبط بين موعد الإقلاع وموعد الوصول طارت أي الساعة سبعة توصل لا وشوف الذي يعبد بقرة مستيقن على أن هذه ويضحي في سبيل البقرة الثاني يضحي في سبيل الشمس الثالث يضحي في سبيل البوذة إذن في يقينيات ليست علمية دكتور هل أفهم أنك الآن كنا اليقين كلنا واحد يقيننا كلنا واحد أو في مستويات؟ اليقين من حيث هو مستويات لا شك كتعريف كدرجات لأن اليقين يقين شلون؟ هذا يختلف من حسب الشخص والحدث شون؟ شوف المصريين طرحهم في التوضيح حلو كيف كان المتحدث الشيخ محمد بتقول الشعراء والله يرحمه شوف هذا من محفوظاتنا وإحنا شباب يا ظهري لما كنا نشاهد بتلفزيون فالشال مفيدة يقول يشرح الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين شوف المستويات ثلاثة تدرج هو فيه يقين بس أي مستوى أنت؟ قال لك واحد يجيك من بلد أجنبي نفرض شرق أسيا فيها فواكه غريبة فيجيب لك فكهة يقول لك أنا شفتي فكهة حين الآن خبر يخبرك أنا شفتي فكهة في البلد دية حجمها حجم البطيخ وقشرها قشر المانجو وبزرها بزر الرمان وريحتها ريحت الجوافة ووراها ورأت فأنت بناء على تصديقك له وثقتك من كلام النأمين وصادق تؤمن إيمانك بخبره علم يقين فإذا قال لك بطل الشنطة وطلحها فشفتها فانتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين فإذا قصت ضقتها صغيرة وقال لك تفضل يا ظاري فإذا ضقتها انتقلت إلى الحق حق اليقين كتب العقائد القديمة كانت تطرح مثل آخر يعني كتاب شرح منازل السائرين لابن القيم يقول لك في مثل العسل يعني يا ظاري أنا أقول لك ترى عند لك زجاجة عسل صدر على كيف كيفك أعطيك إياها في السيارة هذا خبر صار إيش علم اليقين حل مثل أخبارنا كلها علم يقين أو أخبارنا اللي نبني عليها حياتنا علم فإذا رحت معاي السيارة وقلت لك أتفضل العسل صارت إلى عين يقين قلت بس خافة تكون يعني دبس ولا قلت لها يبقى أفتح ضوغ عسل صدر عليك صارت حق يقين علم عين حق إذن حتى اليقين مستويات لا مراحل لا شك دكتور مكاملين في هذا الموضوع لكن خليشوا فياكم هذا التقرير ورجع لكم أحس من أكثر الأسباب اللي تخلي الناس يتمردوا على الدين أحس الأسباب كلها متعلقة بالنفس أكثر من العقل لأن النفس متعلقة كمان بالرغبات والإنسان لما يبدأ يتبع رغباته يتبع شهواته كمان يبدأ ينحرف عن مصاري الدين يبدأ يسوي الأشياء اللي بعقله حتى لو كان شايفه غلط والدين شايفه غلط والمجتمع والعادات والتقاليد شايفين هذا الشيء اللي يسويه غلط هو لأنه شايفه يشبع رغباته ويحسسه بأنه إنسان كويس يبدأ يسويها وأسباب كثير لها أكثر من مجال الأشياء اللي ممكن تخلينا نتصرف بتمرد على ديننا وإيماننا هي أولا العادات والتقاليد اللي تمرس من قبل الجاهلية ولا مجلسة الإسلام حتى الآن توقيفها العادات الغربية اللي تنتشر بشكل فظيع جدا من خلال السوشيل ميديا في دولنا العربية من وجهة نظري بتتوقع إنه الواحد بحياته رح يمر في مراحل رح يكون متشكك في ذاته لأنه رح يكون مربح عن طريق حياته في ترومة معينة أو بمواقف خلته متشكك بين إنه هو ماشي صح أو ماشي غلط فبيكبر شوي وبلاقي الناس عم بيستخدموا هذا الفعل اللي هو إنه الواحد يترك ما وجعد عليه الغابة صوانا كبير رجل ممكن يبقى رجل كبير بيسأل أسئلة مالهاش إجابات أو بيسأل أسئلة مش منطقية لنفسه فبيتوصلوا للحيات ممكن بيورس ويا لنفس الموضوع عشان كيف بيبقى بنرجع عندنا رجع دايما للدين أو رجع دايما للقرآن عشان نعرف موضوع أفضل عن الدين ونشوف إيجابات الأسئلة اللي عندنا إذا بدأ نبلش من عند الأسباب النفسية اللي هي المحيط الخارجي دكتور بعد ما قيل أستوعب أن البعض قد يقول ومذل ما ذكرت أنت نحن في عصر العلم لكن يقول أنا ماحتاج هذا العلم على أقدر أستدل على بعض الأشياء من خلال البديهية ما يلزمني هذا العلم في عصر وكلامهم صحيح أنه مو يعني هو الحال والوضع يقتضي الاستدلال العادي أو الاستدلال الوسط أو الاستدلال العميق أو الاستدلال المباشر أو الاستدلال حسب نوع الواقعة والسجال الحاصل أو الإشكال القائم خاصة في قضايا جدل العلم والدين أو جدل الإيمان والعلم فهذا اللي يقولون علمانا يقسموا العلوم إلى علم ضروري وعلم نظري قالك العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى إيش إلى دليل هذه شجرة أمامي زيل تقول يعطني دليل أنها شجرة لا هي شجرة فما يحتاج أما الذي يحتاج إلى دليل سواء كان في العلوم الطبيعية أو العلوم العقلية هو الذي نبدل فيه جهد فمثلا يعني لما قسموا العلم إلى نظري وإيش وضروري الضروري قلنا ما يحتاج إلى دليل الضروري يعني يفرض نفسه عليك هذه طاولة ما تحتاج إلى أدل ما تحتاج إلى استدلال أما النظري تحتاج إلى نظر وبحث يعني مربع الوتر في المثلث قائم الزاوية يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين مدرسنا كذا في الهندسة طيب هذا ما يعرف بالفطرة ولا يعرف حتى لو تشوف المثلث ما تعرف القاعدة لما تجيب الأدوات الهندسية والفرجار وتقيس إذن العلم نوعين ضروري وعلم نظري حنا ننتقل من الضروري إلى النظري عندما يقع الاستشكال وإنت لما قلت بديها فعلا العلماء تكلموا عن البديهيات البديهيات قضايا ذاتية ما تحتاج تستدل عليها هي دليل نفسها مثلا من قواعد البديهية القانون الهوية هذا وايد ميقرافي الحين طبعا الناس فتحت فيها أول كان يدرسونا في المنطق حتى قانون الهوية يعني الشيء هو هو القلم قلم وليس غير قلم وليس ملعقة تدريش يقول الكلام هذا لنطلعوا فلاسفة في اليونان يشككون في البديهيات ويعلمون الناس الجدل اسمهم السفسطة وأقسام وقصة طويلة يعني انتجيني يا ضاري أأتي كان قبل عشر سنوات وأستلف منك تستلف مني تقول لي يا أخي أبي مبلغ وأبيك تصبر علي عشر سنوات تصبرت عليك عشر سنوات ثم جيتك قلت لك يا ضاري أنا ما أقدر أصبر أكثر من شكل قبل عشر سنوات قال لا يا حبيبي روح اخذ الأموال اللي استلفتها من ضاري قلت لأي ضاري قال أنا حين ضاري متزوج ذاك دباري كان شاب غير متزوج أنا ضاري الموظف ذاك كان طالب أنا ضاري الملتحي ذاك كان حليق أنا ضاري الموظف ذاك كان ما كان موظف أنا ضاري ليساكن في المنطق أصلا حتى خلاياي تتجدد بل أفكاري تغيرت أنت ضاري ذاك كان صاحب اتجاه وتيار قائمة الفلانية لا لا روح باك كان سمين أنا ضعيف ففي تغيرات والدي روح أخذها من ذاك نحن نقول لا قانون الهوية شيء ما يتغير شوف شوف دقة ليش الناس تسعى لهذا حتى يغلقون الباب على المغالطات دكتور مع البديهيات طرب بالي سؤال هل بالإمكان الشك أو هل هناك محل للشك مع البديهيات أو بيغض النظر على البديهيات بس كمثال البديهيات يعني هل الشك أحيانا مفيد للتأكد والتثبت الله يفتحه لك نحن دايما نقول يا جماعة فساؤلات هذا نتعامل معها حسب طبيعتها لأنها طبيعة وبين الذي يبحث في الشك المنهجي من أجل ما تفضلت علماء الحديث علماء الأخبار من أجل أن يتأكد ويفحص الأخبار ويفحص المسائل ويتأكد هذا المارسة راح نكلنا يوميا في كل قضايانه صح؟ وحياتنا نفحص الأمور نحن ضد الشك العبذي أو الشك من أجل الشك بس طبع الغيبيات أيضا أمور هل هي مسلمة؟ لا شك لكن هل بالإمكان أن هناك مسلمات أو تسليم في العلم نفسه؟ شوف هناك مغالطة منتشرة أن يا جماعة الغيب والدين قلبي تسليمي ما هو برهاني ما هو عدل بينما العلم والفلسفة لا قايمة على أدلة وبراهن نقولهم لا التسليم في الدين الإيمان في الغيب في الدين دائما ننكرر نتيجة وثمرة للبحث العقلي أنا بحثت عقليا وبرهانيا مبدأ السببية مبدأ النظام مبدأ العلة مبدأ فاكتشفت أن للكون إله وبحثت في القرآن الكريم فوجدت عصمته ووجدت إعجازه ووجدت أن هذا الشخص الذي وراءه في اكتماء بعد هذا الإيمان العقلي سلمت للغيبيات الذي فيه تماما كالذي تسلم نفسك للطبيب الذي يسوي عملية جراحة قلب متقدمة أنت سلمت قلبك وجسدك بعد أن سألت ستة أربعة تشتر أحسن طبيب وعملياته وخبرته ومستشفاء وكذا فتسليم تسليمك له ثمرة ونتيجة للبحث وبس وضحت دكتور كانت هذه حلقتنا وكان هذا موضوع نشوفكم يا رب في حلقة قاد معسى رب يحفظكم وكل شهر في أمام موضوع